الكذب كله حرام ومفيش كذب الوان احنا في العقود وفي العصور الاخيرة لون او اخرج المتمسلمون او الذين دعونا الاسلام الوان للكذب فهذه كذبة بيضاء وهذه كذبة ابريل وهذه كذبة الام على ولدها كذا وكذا وكل هذا عند الله كذب لا يحد للرسول لا يعطينا صلى الله عليه وسلم استثناء لان يكذب الانسان في كلامه الا في مواطنة ثلاثة غير كذا كله كذب كله كذب قالت عائشة لابن اختها هكا تمرة يعني خذ تمرة قال افي يدك شيء يا عائشة قالت لا يا رسول قالت نعم يا رسول الله قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة اذا الكذب في جمع صوره على الطفل الصلير على الكبير هذا الكذب المؤمن لا يكون كذابا قد يكون جبانا قد يكون بخيلا لكنه لا يكون كذابا الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار والعياذ بالله كما روية بالمعنى الحديث في حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم او كما قال يعني ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة اما الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار